بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السلام المرسلين اليوم نكمل شابتار 6 شوفي مقطع الأخير مقطع 12 شوفي flow through tube anilus والهدي transfer enhancement consider a concentric anilus of inner diameter di and outer diameter do لاحظ concentric قصدنا بها لاحظنا عندي هذه التوبة وهذه التوبة الخارجية وهذه التوبة اللي هنا باللون الأحمر هي توبة داخلية فيما بينهم فيما بين هذة التوبة في عندنا flow يطلع من هنا إذن هذا نسميه في المنطقة هذه المنطقة هذة اللي بين التوبة نسميها الانilus الـ outer diameter تبع التوبة هو do inner di هنا في هذه الحالة نحنا قلنا أنه الرينولدز نمبر دائما أنه نحتاج فيه الـ h الـ dh اللي هو الـ hydrolic diameter الـ hydrolic diameter في هذه الحالة نفس الطريقة اللي شفنا المرة الماضية 4 AC على P لكن الـ AC اللي هي cross section تبع هذه التوب اللي هو الـ d تأخذ الفرق ما بين المساحتين تأخذ هنا اللي هو الـ perimeter وبالتالي الـ hydrolic diameter اللي الآن نفسه يساوي الفرق ما بين الـ diameters بالنسبة للـ laminar flow the convection coefficient for the inner and outer services are determined from الطريقة هذه العلاقة الموجودة عندنا هنا لاحظة عندنا هنا dh هنا عندنا الh in والh out الh in اللي flow اللي داخل التوبة الداخلية والout هنا اللي ما بين التوبة الh i عندي هنا والh out هنا ولك for fully developed turbulent flow h i and h out are approximately equal to each other يعني تقريبا متساوي طبعا نعتبر انه هذي اللي أني لوست الـ tube نعتبر انها non-circular وبالتالي نحتاج انها ناخد الهات dh اللي شبناها بصراه هذا الماضي to improve the accuracy يعني تزود الaccuracy الدقة النسلت number can be multiplied by following correction factor when one of the tube's wall is adiabatic and heat transfer is through the other wall في هذه الحالة correction factor يكون اللي حت تضرب فيه النسلت هذا علشان دقة تزيد يكون نساوي هذه العلاقة اللي يعني ترتبط بالd in والd out هذا المقطع هذا المقطع الهات dh transfer enhancement كيف نزود اللي هو لنحسن انتقال الحرارة tube with rough services have much higher heat transfer coefficient than tubes with smooth service tubes زي هذي مثلا اللي فيها roughness اللي فيها خشونة للداخل هذي اللي heat transfer تتقل فيها اعلى فيها من لما يكون service amless smooth heat transfer in turbulent اللي in turbulent flow in tube has been increased by as much as camp 400 400 بالمية by roughness service لما نزود الخشونة هنا تزيد عندنا كمية انتقال الحرارة عندنا ب400 بالمية يعني اربع مرات roughness the service لي المشكلة انه ليها disadvantage اخرى ايش increase the friction factor and thus the power requirement for the pump or fan تزيد انت تحتاج مضخات مثلا انك تضخ الماء داخل هذا عبر هذه البيب او تحتاج الفان علشان تدفع الهواء الغاز الموجود في هذه البيب هذا حتزيد البيب بالسبب انه services خشن السلام عليكم ورحمة البيب 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 البيب